طب لكن هل الهايدروكسي كدوى بما ان تم اضافته وحاسف التامي فلو نقدر نقول ان هو دوى اكثر فعالية طبعا انا عارف انه ما بيتخدش لوحده علشان بس نكون واضحين امام السادة المشاهدين وما يفعش حد ياخد بروتوكولات الادوية دي من نفسه ولكن هل هو اكثر فعالية من التامي فلو هو حدتك فعلا ثبت في الفترة اللي فاتت مع تجربة الادوية انه هو كان اثبت نتيجة اكتر من التامي فلو وخصوصا في الحالات البسيطة والمتوسطة كانت نسبة الاستجابة فيه عالية جدا وكانت نسبة الشفاء الحمد لله عندنا كويسة جدا باستعمال الدوى ده في حين ان التامي فلو لما يثبت نفس الفعالية مع الاخد في الاعتبار ان التامي فلو اصلا كان محطوط في البرتوكول لانه هو ساعة ما تحط في اول البرتوكول كانت دي فترة فيها نوع من الوفرلاب ما بين الفيروس الكورونا وفيروس H1N1 فالتامي فلو زي ما هو معروف هو دواء ال H1N1 مني فكانت الفترة دي ما بنبقاش عارفين او مش قادرين نفرق قوي المريض ده هل ممكن عنده كورونا بس عنده H1N1 او عنده الاتنين مع بعض ممكن يبقل اتنين مصاب بالفيروسين فتم اضافة التامي فلو لتغطية ال H1N1 في هذه الفترة فدلوقتي ومع سبات انه هو ما بقاش بيجيب نفس النتيجة المرجوة منه فتم حاسف طيب دكتور خليني ارجع محارتك للتجارب السررية احنا امتى نقدر نقول انه مثلا يعني احنا في المرحلة انهي مرحلة من انواع التجارب في مثلا معقار دي افجان وهو عقار بأثبت فعالية في دول اخرى وجايب نتائج جيدة جدا يعني على حد ما متاح لنا من معلومات فانت احنا نقدر نقول انه مصر خربت على الانتهاء من هذه التجارب وربما يكون هناك تحديث اخر لبروتوكول العلاج هو حضرتك احنا بنقول ان احنا يعني اقتنعنا بنتيجة الدواء لما بعد ما بتنتهي التجربة وبتطلع النتاج احنا فعلا تم تطبيق دواء افجان على بعض المرضى وفي اكتر من مستشفى زي ما قلت لحضرتك واحنا دلوقتي في انتظار تجميع الاحصائيات للنتايج ديت لدراسة متى جدوى استخدام الدواء وان كان لي اي مضاعفات او اعراض جانبية فيتم الاعلام عليها وبعد كده هنبتدي نحدد ان كنا هنضيفه هنكمل بيه في البروتوكول بتاعنا او لا اشتركوا في القناة